بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل الإنسان مقصود رسالة السماء فهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله صلوات الله وسلامه عليه المخاطب فيها هو هذا الإنسان المخلوق المكرم الذي كرمه الله عز وجل على كثير من خلقه وأن هذه الكتب جاءت مخبرة عن هذا التكريم والقرآن العظيم الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم في الأمة الخاتمة آخر الأمم جعله الله عز وجل مهيمناً على الكتب السماوية فكل خير تضمنته الكتب السماوية فهو في هذا الكتاب على أكمل وجه وكل بلاغ للإنسان في الكتب السماوية فهو في هذا الكتاب على أتم وجه لأن الله عز وجل أخبر بذلك في كتابه أخبر أن هذا الكتاب مهيم وأخبر أن ما جاء في هذا الكتاب تام وكامل فقال الله عز وجل في ذاك اليوم العظيم أعظم أيام الدنيا يوم عرفة وفي حجة الوداع نزلت تلك الآية العظيمة الكريمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وهو واقف وهو واقف عند الصخرات بقرب الجبل نزل عليه قول الرب جل جلاله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية الكريمة التي تُعد من آخر ما نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وبعد نزولها بقي النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة مدة إحدى وثمانين ليلة فقط ثم مات وهذه الآية العظيمة كما نذكر بهذا الأمر لأهميته بين الفينة والأخرى ونحن نعرض لآيات هذا الكتاب نقف معها متأملين متدبرين نتدارس أقوال أهل العلم في مراد الله عز وجل من آيات كتابه فنذكر بهذا المعنى العظيم على الدوام لأن استشعار الإنسان ووجود اليقين في أعماق قلبه بكمال هذا الوحي وما تضمنه هذا الوحي وتمام النعمة بهذا الدين فإن هذا الأمر من أصول هذا الإيمان والمحور الرئيس الذي يؤسس عليه اليقين شعور الإنسان بكمال الدين وأن الله ما فرَّط في هذا الكتاب من شيء وأنه لا يتصور هذا الإنسان إن كان مؤمناً صادقاً أن هناك طريق ومنهج يوازي ولا يقارب ولا يداني ما جاء في وحي الله جل جلاله فهذه المعاني العظيمة التي يتأسس عليها الإيمان واليقين والتي يُبنى عليها التصور الصحيح لإيمانك نحو ربك جل جلاله ونحو دينك ونحو هذا الكتاب القرآن العظيم ونحو رسولك النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام اليقين نحو هذه الأمور العظيمة إنما يُبنى ابتداءً على هذا الشعوب بأن ما جاء في وحي الله عز وجل هو الحق وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال فلذلك التذكير بهذه الآية التي جاءت في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين والذي نفهم عند قراءتها أنها تضمنت ثلاثة أمور عظيمة ثلاثة حقائق جليلة لا بد من فهمها ووعيها وأن تبقى حاضرةً معنا كلما قرأنا آيةً من كتاب الله وكلما بلِّغنا عن حكم من أحكام الله في كتابه فنتذكر هذه المعاني الثلاث في هذه الآية العظيم والتي أولها أن الله عز وجل أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء فهذا عنوان عدم النقص أن الله عز وجل أتم هذا الدين فلا نحتاج أن يزاد فيه شيء الثاني أن الله عز وجل أتم هذا الدين فلا نحتاج أن ننقص منه شيء ليس هناك نقص فنحتاج إلى زيادة وليس هناك حشو فيحتاج إلى أن يزاد الثالثة أن الله عز وجل رضي للناس هذا الدين هذا الإسلام وأنه لا يسخطه أبداً إلى يوم القيامة فمنذ أن نزل هذا القرآن من عمل به نجأ وأن الله ضمن حفظ هذا القرآن إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فهذه الحقائق العظيمة التي ينبغي لكل مسلم هنا لا نقول هذا خطاب للعالم دون العام ولا نقول للمُثقَّف دون غير المُثقَّف وإنما هذا لكل مسلم لا بد أن يتعامل مع القرآن بهذا الإدراك والتصور أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء وأن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء وأن الله رضي الإسلام فلا يسقطه أبداً إلى يوم القيامة فتتلقى آيات القرآن بهذه اليقينية وتتلقى أحكام الله بهذا التعامل معها بأنها هي الحق وهي ميزان الحق وهي المرجع لكل شيء أراد أن يوصف بالحق فالمرجع في ذلك آيات القرآن التي نزلت من عند الحق جل جلاله وأن العامل بهذا القرآن ظُمن له ضمانةٌ من الله أنه يكون من المهتدين وأنه لا يكون من الظالين وأنه يكون من الآمنين وأنه لا يكون من الخائفين وأنه يكون من السعداء وأنه لا يكون من الأشقياء وهذه الضمانة ذكرها الله في كتابه فقال عز من قائل في سورة البقرة فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال عز وجل في سورة طاها فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى هذه ضمانة الله لمن اتبع هدى الله ما هو هدى الله ذكره الله عز وجل في صدر سورة البقرة فقال عز من قائل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فإذا هذه الحقيقة وهذا هذه القضايا الكلية الرئيسة مما ينبغي ألا ينسى ومما ينبغي أن نذكر أنفسنا به بين الفينة والأخرى ونرى أين موقفنا من هذه القضايا وأن يكون تعليمنا وتربيتنا لمن تحت ولايتنا وفق هذه الحقائق عندما يقرؤون القرآن وعندما نقرئهم القرآن وعندما نسمع منهم القرآن وعندما نتدرج بهم مع آيات القرآن أن تكون هذه الكليات مما ينبغي أن يبنى عند هذا الإنسان المسلم فعلى هذا الأساس إذا أدركنا هذه القضية التي كما قلت نذكر بها بين الفينة والأخرى لأنها من أعظم المداخل عندما نقف مع آيات القرآن أن نذكر أنفسنا بهذه الحقائق لأنها تعين هذه الأنفس الأمارة بالسوء على أن تتلقى آيات القرآن بحقها وتعين هذه العقول على أن تصغي وأن تلقي الآذان وأن تحضر بوعي بل بأعلى مستوى في الوعي عندما تسمع آيات القرآن وأنه لا يليق أبدا من مؤمن صادق جاد أن يتلقى آيات القرآن سماع الغافل الله ولا سماع المنشغل بأمور الدنيا وإنما يقبل عندما يسمع آيات القرآن أو يتلو آيات القرآن يستحضر هذا المعنى العظيم وأن هذا هو الذي يتأسس به العقل السليم والقلب السليم وأن هذا هو الذي تتزكى به النفس فتصبح زكية وأما بدون ذلك فما أقل انتفاع الإنسان بالقرآن فعلى هذا الأساس ونحن نقف مع هذه السورة العظيمة سورة آل عمران سورة التوحيد بعد أن ذكر الله عز وجل في سورة الفاتحة مجمل الدين كله في تلك السبع المثاني من الآيات ثم جاءت سورة البقرة لتكون قضية الكتاب هي القضية الأم المنهج والطريق والطريقة فجاءت سورة البقرة لتضع المعالم الرئيسة لهذا الأمر ثم جاءت سورة آل عمران لتجعل قضية التوحيد وإسقاط مقتضيات أمر التوحيد على واقع الناس وقضية الاتصال والتواصل فيما بين البشر وفق هذا الأصل العظيم فكانت سورة آل عمران بيانا لهذا الأمر إذن الأولى الكتاب والمنهج والثانية التوحيد والعمل والتعامل والوزن للأشخاص والأعمال وفق قضية التوحيد وتأتي سورة النساء بعد ذلك لتكون القضية الأم هو أن يجتمع الناس على هذا الطريق فلذلك جاءت بداية هذه السورة مخبرة عن العلاقة وفق قضية التوحيد من ذلك الحدث الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع وفد نصارى نجران وما كان فيه من أحداث شهدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لهم فيها درس عظيم عندما جاءت آيات القرآن مخبرة عن ذلك الحدث منوهة بشأنه مبينة للدروس العظيمة التي لا بد أن يتعلموا منها وأن يكون ذلك أيضا درس لهذه الأمة منذ نزول هذه الآيات وإلى يوم القيام وإن من المعاني العظيمة التي وقفنا معها في هذه الآيات التي بين أيدينا وهو مقطع من هذه السورة الكريمة ذكر فيه الرب جل جلاله موقف المؤمنين الصادقين موقفهم عندما رأوا بأم أعينهم فئة من البشر كيف انحرفت عقولهم وزاغت قلوبهم وتمكنت الشهوة من نفوسهم وإذا بهذه الأمراض التي تمكنت من باطن نفوسهم مع أن مظهرهم كان يدل على غير ذلك فهو مظهر المتعبد المتنسك مظهر الذي يحسن القول ويحسن العبارة والمنطق والجدال والحوار مظهر الإنسان الذي تزيّن في مظهره وملبسه ولكن مخبره مريض وكم ممن ينخدع بمن هذا حاله ولا يتفطن إلى سوء مخبره فأناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زي وجهاء قومهم وأصحاب رأي وحل وعقد وأصحاب عبارة جزلة وملبس حسن ثم بعد ذلك ظهور تنسك وعبادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عندما يُعرَض لهم الحق البيّن يزول كل ذلك المظهر ليظهر فساد المخبر ويتحكّم في الموقف وإذا بهم يظلون ولا يقبلون الحق هذا الدرس العظيم الذي ينظر إليه الصحاب رضوان الله عليهم والله أرحم الراحمين والله أحكم الحاكمين والله هو العليم جل جلاله وهو اللطيف الخبير والله أوفى الأوفياء لا يتخلى عن عبيده وأوليائه فإن هذا الأمر قد تتأثر به النفس لضعفها وقد يخدع به العقل لقلة علم فالقرآن لا يترك هذا المؤمن ليحتار ولا يترك المؤمن لتقع عليه الشبهات فتدخله في دوامة العتب والقلق وإنما يأتيه الجواب لتطمئن نفسه ويزول ويستبين سبيل المجرمين ولا ينخدع المؤمن بما ظهر ويتجلى له المخبر وكما وقفنا في سورة البقرة في مثل هذا التعامل من الرب جل جلاله مع عبيده في مواطن كثيرة وخصوصا مع أهل الكتاب حتى أن المؤمن وكأنه بآيات القرآن قد انشق صدر هذا الكافر وفتح قلبه وبدأ هذا الإنسان يطلع على تلك الأمراض التي لا يراها الإنسان بأم عينه بحاسة البصر ولكن القرآن يريه إياها بحاسة البصيرة فيطلع على ما في قلوب أولئك من الحقد والحسد والغل والكره فيطلع المؤمن على تلك الحال ثم يبين له بعد ذلك إذن أي طريق تختار وهل ستنخدع بذاك الملمس الناعم ولا تصدق من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو يظهر لك حقائق الأمور وبواطن الأشياء ويجعل المؤمن حاضرا حيث لم يكن حاضرا بجسده ولكن العليم الحكيم بعلمه الذي لا يخفى عليه شيء يجعل المؤمن وكأنه حاضر مع أولئك وهم يمكرون في الليل ويخططون لإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان إذن هذا المعنى حقيقة والقرآن يوقف الإنسان المؤمن على كل ذلك إذن ماذا ينبغي أن يكون إيمان هذا الإنسان مع ربه جل جلال ماذا يكون موقفه من تصديق خبر السماء ما هو موقفه ممن هذه حال والقرآن يخبر عنه فالمراد أن هذه الآيات الأربع التي بين أيدينا والتي ابتدأنا فيها من درسين والتي تخبر عن الحالة التي وصلت أو وصل إليها الصحابة وهم يرون ذاك المشهد أمامهم وإذا بهم مباشرة أن أول شيء ظهر منهم الخوف على إيمانهم رأوا من فتنوا أمامهم ومن زاغت قلوبهم ومن عرض عليهم الحق البين وإذا بأمراض نفوسهم وقلوبهم حرفت ذاك الإنسان عن أن يسلك طريق النجاء وإذا بهم جاء ذاك الفزع إلى الله بأن يطلبوا الثبات على الإيمان وهذا ما وقفنا معه في الدرس الماضي والذي قبله من قول الله عز وجل مخبراً عن المؤمنين في قولهم ربنا ربنا لا تزق قلوبنا لأنه أخبر عن من عن أولئك بماذا بأنه قد زاقت قلوبهم ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا كل نسبة الخير إليك أنت الذي هديت ليس بذكائنا وإنما هو الفضل منك فنطلب أن لا يكون حالنا كحالهم وأن تثبت هذه القلوب وأننا نشعر بأن هذا أعظم شيء في الوجود فنطلب منك المزيد منه لن نقصان فبعد عدم الزيق وطلب الثبات طلب الزيادة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه المقصود الآخرة لأنه تقرر من خلال آيات القرآن أن المؤمن إنسان أخروي وليس إنسان دنيوي فلذلك هم هنا يعلنون أنهم أدركوا هذه الحقيقة القرآنية فلذلك يقولون هذا الطلب الذي نطلبه منك يا ربنا إنما نطلبه لأجل الآخرة لا لأجل الدنيا فقد علمنا وتيقننا أن الدنيا دار زوال وليست بدار بقى فلذلك ما نطلبه لأجل أننا إذا جئنا إلى الدار الحقيقية الدار الباقية فإننا نأتي بالعمل الذي يبلغنا فيها الرضا والسعادة لا الغضب والشقاء ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يعلنون بأنهم علموا بأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد أو على قول بعض المفسرين أن هذا إخبار من الله عز وجل تعزيز وتأكيد بأن الله لا يخلف وعده فوعد أهل الإيمان بمآل ومصير ووعد أهل الكفر بمآل ومصير وأن المصير بعد هذه الدنيا إنما هو إلى أحد مصيرين لا ثالث لهما فإما إلى الجنة وإما إلى النار إما إلى السعادة وإما إلى الشقاء إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وهذا أيضا ما وقفنا معه في درسنا الماضي ثم يقول الله عز وجل كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم فلن تغني غناء نفع ولا غناء دفع أي لن تدفع عنهم ضر ولن تحقق لهم نفع لأن حركة الإنسان كلها تدور على تحقيق المصلح في هذين الأمرين حركة ابن آدم من أجل ماذا من أجل جلب منفعة أو دفع مضر كل الناس قوة الحب دافعة لهم فبها يكون الإنسان حارث همام والحارث هو الفاعل والهمام هو المفكر المريد فكل إنسان حارث همام كل إنسان هو حارث وهمام فالحارث الفعل والهم التفكير والإرادة فقوة الحب تدفع نحو الحرث والهم في أي توجه يكون الحرث والهم نحو أن الإنسان يريد أن يحقق لنفسه منفعة أو يدفع عن نفسه مضر طيب إذا كان كل الناس كذلك فلماذا أفعال الناس تصل أحيانا إلى درجة المضاد هنا نعود إلى القضية الأم وهي قضية العقل هذا العقل هو الأداء هو الآلة التي وضعها الله عز وجل فيك يابن آدم ليكون عملها الرئيس ما هو أنها تتصور الأشياء لتدرك ما فيها من النفع ومن الضر فلما كانت هذه الأداء هذا دورها كانت هي محال هي محال التجاذب بين جهتين بين الوحي وبين الشيطان وجنده فالوحي مقصوده صلاح هذا العقل الذي هو في القلب لأنه هو الميزان الذي سيزن الأشياء ويزن حقائق ما فيها من منفع ومن مضر والشيطان مقصوده أن يصل إلى هذا الميزان ليفسده فما هو في ميزان الوحي أنه نافع يريد إبليس أن يحرف الميزان ليجعله في تقدير هذا الإنسان أنه ضار وما هو ضار في ميزان الوحي يريد إبليس أن يحرف هذا الميزان ليجعله عند هذا الإنسان أنه نافع ففي ميزان الوحي أن الزنا ضار فيريد الشيطان أن يجعله في ميزان هذا الإنسان أنه نافع والربا في ميزان الوحي ضار فيريد إبليس أن يجعله في ميزان هذا الإنسان أنه نافع إذن أدركنا ما هي أهمية العقل إذن قضية الحرث والهم هذه عندنا كلنا بني آدم قضية الحب الدافع عندنا كلنا بني آدم الحرص على تحقيق المنفع ودفع المضرة عندنا كلنا بني آدم إنما أين القضية القضية هذا الميزان هل يزن بطريقة صحيحة ومعيار صحيح أو معيار فاسق فالوحي يريدك أن تزن بالصورة الصحيحة وإبليس يريدك أن تزن بالطريقة الضالة المنحرفة فمن هنا أصبح معيار النجاة عند الله سلامة القلب الذي هو مسكن العقل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم ما هي السلامة عندما تمكن عقلك تسلم عقلك لربك لهذا الوحي وتقول يا رب افعل ما شئت وللوحي وللوحي ابني في عقلي ما شئ بمنتهى الرضا والقبول فعندها يكون القلب سليم فإذا سلم القلب كان هذا أعظم أساس لصلاحك وإذا فسد القلب أعظم طريق لفسادك وصلاح هذا القلب بقضية الإيمان التي أساسها التسليم لله لخبر السماء يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة التسليم لله عز وجل فلذلك الكافر هو لم يقبل هذا التسليم ولم يوحد مصدر التلقي ولم يتعامل مع الوحي بالتصديق فلذلك الكفر الكفر في ميزان الوحي جريمة وأكبر جريمة لأن الإنسان بالكفر فقد أعظم مفتاح به يكون صلاح الأعمال واتخذ مفتاح يكون به فساد الأعمال فبهذا الكفر يأتي الإنسان ربه يوم القيامة وكل ما عمل من عمل حتى ولو كان ظاهره عملا صالحا فيأتي يوم القيامة وذاك العمل كالهباء المنثور وكالسراب الذي لا يمكن أن ينتفع به الضمآن من السراب ولا كذلك لا ينتفع الإنسان من الرماد الذي نثرته الريح فكذلك عمل هذا الإنسان الذي جاء بمفتاح الكفر فالكفر جريمة وأعظم جريمة في الوجود الكفر برب الوجود فلذلك القرآن يأتي ليعرض لهذا الكافر أولا رحمة به علّه أن يعود وثانيا إقامة للحجة عليه وثالثا ليثبت أهل الإيمان على إيمانه ورابعا ليؤدي أهل الإيمان دورهم مع هذا الكافر فلذلك جاء هذا البيان والتفصيل ولما كانت مشارب الإنسان متنوعة ودوافع الإنسان نحو الباطل متعددة فلذلك تنوع الخطاب في القرآن لهذا الأمر بصور متنوعة حتى يخاطب الناس كلهم وكل واحد منهم يعي فالآية التي بين أيدينا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وهذا وقفنا معه في الدرس الماضي وبينا شيئا من هذه المعاني فإن الناس الذين يتحركون نحو تحصيل النفع ودفع الظر فمن أدواتهم في تحقيق ذلك وخصوصا عندما يريدون دفع الظر عنهم الذي لا يطيقون دفعه عنهم بذواتهم لوحده فماذا سيسلكون سيقدمون لدفع الظر أعظم ما عندهم لأن الإنسان حريص على نفسه وأن ينتفع هو وأن لا يصيبه الظر فإذا جاء الظر وما استطاع أن يدفعه بذاته فيقدم الفداء فما هو الفداء المال فإن عجز المال قدم بعد ذلك ما هو أغلى من المال ولا يضح به إلا عندما يصبح الأمر قريبا من ذاته وهم الأولاد فيقول الله عز وجل هؤلاء لن ينفعهم من عذاب الله إذا أراده الله أن ينزل بهم في الدنيا أو في الآخرة لن ينفعهم أن يقدم الأموال التي جمعوها ولا الأولاد الذين يفتخرون بهم في الدنيا فضلا عن أعوانهم فكل ذلك لن يجدي في أن يندفع عنهم عذاب الله الذي قدره عليهم والسبب ما هو إن الذين كفروا فهذه الجريمة العظيمة التي استحق صاحبها العقوبة من الله لن يدفع عنه العذاب للمال ولا الولد مهما كان المال ومهما كان عدد الولد ومهما كان كثرة الأعوان لن يدفع عن هذا الإنسان عذاب الله ما هو الجرم إن الذين كفروا من هنا قلنا أن الكفر جريمة لماذا جريمة لأنه استحق عقوبة الله وهل يعاقب الله وهل يعاقب الله على شيء ليس هو جرم وذم ويكون صاحبه صاحب جرم وذم ومن يقترف الجرم فهو المجرم ومن الذي يقول أن هذا جرم الله ووحي الله ليس غير ليس غير فهو الذي أخبر أن الكفر جريمة لذلك سموا بالمجرمين بنص القرآن وبالآثمين وبالمفسدين فإذا هذه أوصاف من كفر بالله جل جلاله إن الذين كفروا لن تغني عنهم هنا لطيف هذا المنطوق وله مفهوم ما هو المفهوم أن أهل الإيمان تنفعهم أموالهم وأولادهم تنفعهم أموالهم لأنهم ليسوا بكافرين تنفعهم أموالهم أليست الصدقة من المسلم تدفع عنه غضب الرب أليست الصدقة تكفر عنه الذنوب والخطايا وهنا ندرق قيمة الإسلام أليست الأموال إن أنفقت الإنسان يجاز عليها بالثواب إذن بالنسبة للمؤمن فالمال ماذا ينفع ويدفع والولد ماذا ينفع ويدفع وهذا ما جاءت به الأخبار جاء النص في القرآن وفي السنة فالمال الله عز وجل أخبر أن مال المؤمن عندما يتصدق به يناله خيره في الدنيا والآخرة أما الكافر قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة يوم القيام أما المؤمن فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى فالمال للكافر لا ينفع ولا يدفع والمال بالنسبة للمؤمن ينفع ويدفع فينفع يناله بالإنفاق أجر ويدفع يناله بالإنفاق كفارة لخطاياه وذنوبه والولد كذلك يدفع وينفع ينفع إذا دعا لوالده ولأمه أليس هذا من العمل الصالح وولد صالح ماذا يدعو له إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فأحدها ما هو ولد صالح يدعو له إذا بالدعاء ثم هذا الولد يتصدق عن والده وإذا بهذا العمل من الولد ينفع الوالد ويدفع عنه فلقوله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا هذا للكفار أما المؤمن فالمال والولد ينفع ويدفع وفق ما ذكر الله عز وجل في وحيه وذكره رسول الله صلى الله وسلم في سنته كرر أن في تأكيدا ولا أولادهم قال العلماء ليتحقق بالتكرار ثلاثة أمور أنه لن يغني المال لوحده ولن يغني الولد لوحده ولن يغني المال والولد معا واضح بمعنى في قوله لن تغني عنهم أموالهم ما قال لن تغني عنهم أموالهم وأولادهم فالتكرار في قوله ولا أولادهم فقال العلماء هذه هذه الإضافة ولا في النفي دلت على أنهم لن ينتفعوا بالمال وحده لن ينفعوا بالولد وحده لن ينفعوا بالمال والولد لن ينفعوا فاستغراق لجميع الحالات لن يتحقق لهم نفع ولا دفع لا بالمال وحده ولا بالولد وحده ولا بالمال والولد وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون وقلنا الاختصاص في ذكر آل فرعون قلنا من أجمل وألطف ما ذكر وربطاً مع السياق بالنسبة مع سبب النزول أن التذكير هنا فيه عبرة عظيمة وهذا ما أشار إليه الإمام البقاع رحمة الله عليه أن الآية نزلت في وفد نصارى نجران وأن السبب الرئيس الذي جاء كما ورد عنهم في أنهم أضمروا أضمروا عدم القبول لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم بيّنوا السبب في عدم القبول وإضمار هذا الأمر مسبقاً أنهم كانوا تأتيهم من قيصر الروم أعظم ملوك زمانه زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيهم عطايا كبيرة وكان عالمهم عالم نجران النصران كان يعد في زمنه من أكبر علماء النصارى فكان قيصر الروم يبعث له بهدايا خاصة عظيمة فعلموا أو أدركوا أنهم الآن لو أسلموا وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هي النتيجة ستنقطع عنهم تلك العطايا الدنيوية فلذلك أضمروا عدم القبول ولكنهم يريدون خافوا على من معهم وتلك السيادة التي كانت لهم أن تزول بتوسع النبي صلى الله عليه وسلم وإسلام الناس واتباعهم له فخافوا أن يصلهم ذلك فأرادوا أن يسبقوا وأن يخرجوا بشيء حتى يحافظوا على ما هم فيه ولا يصلهم ذلك الأمر فهذا الإضمار المسبق الذي من شأه حب الدنيا فهنا جاء التذكير بقضية فرعون دون غيره كيف؟ فالتذكير كما يقول الإمام البقاع رحمة الله عليه ويشير إلى ذلك يقول لهم ذكر فرعون يدعوكم إلى أن تعودوا إلى التأريخ وماذا في قصة فرعون؟ قصة فرعون قصة ذلك الملك الظالمي الذي كان عنده فئة من المستضعفين من هم؟ هم بنوا إسرائيل هم بنوا إسرائيل كانوا هم الضعفاء كانوا هم الأذلاء كانوا هم الخدم عند قوم فرعون هم الذين يعملون ويكدحون كانوا هم الضعفاء كيف أن الله عز وجل العظيم نصر الضعفاء مع قلتهم وضعفهم وما هم فيه من ذلك الحال الذليل فالله عز وجل نصرهم على فرعون ومكنهم من أرضه ومن دياره وديار قومه ومما عندهم من الملك وما هو الأمر الذي تمكنوا به بالإيمان وليس بأمر الدنيا فالتذكير هنا أنتم يا من الآن تمتنعون عن الحق خوفا من أن يفوتكم أمر الدنيا وأنكم تفقدون نصرة قيصر الروم هل لا تذكرتم حالكم مع فرعون وكيف أن الله عز وجل أذله وأهانه وأهلكه وأغرقه هو وقومه ومكنكم من أرضه ولم يكن ذلك بقتال منكم ولا بأي دفع منكم إنما هو من الله القوي الغالب جل جلاله هل لا تذكرتم هذا الأمر فإذا في ذكر فرعون دون بقية الأمم بالتصريح هنا تذكير للحال التي هم فيها الذين يخاطبون بهذه الآيات ففي ذلك تذكير عظيم فيقول كدأب آل فرعون هذه واحدة ومن العلماء من قال التذكير بالتنصيص على ذكر فرعون لأنه يعد أكبر طاغية على الأرض لماذا؟ لأنه ادعى الربوبية ادعى الربوبية فإذا ومن العلماء من قال أيضا أنه ذكر فرعون لأنه معروف عند المخاطبين جميعا اليهود والنصارى والعرب أي قصته مشهورة معلومة عند الفئات المخاطبة سواء كانوا يهودا أو نصارى أو العرب فهم يعرفون عن قصة فرعون وخبر فرعون كدأب آل فرعون الآل هم أخص أخص من ينتمي إلى المضاف إليه كلمة الآل أقرب شيء طيب والمقصود هنا آل فرعون هل أهله؟ الجواب لا وإنما المقصود قومه فلماذا عبر عن القوم بالآل؟ بمعنى أنهم من شدة طاعتهم له واتباعهم له أصبحوا كأنهم من خاصة أهله وكما قال الله فاستخف قومه فأطاعوه فهو تعبير عن ماذا؟ عن شدة ما كانوا فيه من الطاعة لفرعون حتى أنهم عبر عنهم بأنهم أهله من خاصته لشدة الطاعة التي كانوا فيها لفرعون فيقول الله عز وجل كدأب آل فرعون وهنا التذكير بقضية مهمة وهي السنن الإلهية سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا لن تجد فهذه سنة الله هذه طريقته في التعامل مع من كفر به مع من ارتكب هذه الجريمة جريمة الكفر كدأب آل فرعون والذين من قبلهم الذين من قبلهم جاء الإخبار بصفة الإجمال وفُصِّل ذلك في سور أخرى فالذين من قبلهم قوم نوح قبل فرعون قوم إبراهيم قبل فرعون قوم لوط قبل فرعون قوم شعيب قبل فرعون قوم هود قبل فرعون قوم صالح قبل فرعون لأن هؤلاء كلهم سبقوا قوم فرعون قوم فرعون فنوح قبل نبي الله موسى وإبراهيم هو أب لموسى من أجداده وهود قبل إبراهيم وصالح قبل إبراهيم فإذا ذكر ولوط أيضا ممن خرج مهاجرا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا هؤلاء كلهم ذكرهم الله عز وجل وهم قبل فرعون قبل قوم فرعون وهذا الأمر العجيب من هذا الإنسان الجحور وهذا الإنسان قليل العقل سقيم الفكر يصله خبر هذا التأريح وانتقام الله عز وجل ممن كفر به وممن آذى أولياء الله وكيف كان انتقام الله عز وجل ومع ذلك يتكرر ظلم الظالم فيقول الله كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا أجمل وأحسن ما يقابل به الوحي التصديق وأقبح ما يقابل به الوحي التكذيب وأجمل ما يقابل به الباطل التكذيب وأحسن ما يقابل أجمل ما يقابل به الباطل التكذيب وأقبح ما يقابل به الباطل التصديق له فالحق أجمل ما تقابل به الحق ماذا أن تصدقه وأقبح ما يقابل به الحق أن يكذبه الإنسان والباطل على عكس ذلك فلذلك هؤلاء اتحدوا في هذه المشكلة الرئيسة ما هي أنهم قابلوا الحق بالتكذيب فلذلك اتفقت سنته سنة الله عز وجل فيهم فالسنة التي ذكرها الله عز وجل عن كل هؤلاء أنه ماذا أن سنته معاقبة هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله فإذن هذه واحدة كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا إذن هذه قضية التكذيب ولذلك أعظم ما في قضية الإيمان التصديق وأقبح ما في قضية الكفر التكذيب والربط بينها وبينما الآية التي قبلها أن الآية التي قبلها ذكرت أكبر الأسباب المؤدية إلى التكذيب ما هي كثرة الأموال والأولاد مع أن الإنسان لا يتعامل مع هذه الأمور بحقها وبوزنها الصحيح فتكون السبب فصاحب المال وكثير الولد هذا باب يستغله إبليس ليدفع الإنسان إلى التكذيب أن كان ذا مال وبني فهذا السبب الذي جعله يقول بعد ذلك إذا تتلى عليه آيات الله ماذا يقول قال أساطير الأولين فلذلك هذا الربط بين هذه الآية وما قبلها فقوله كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فإذا المال والولد إذا لم يتفطن له الإنسان ويتعامل مع هذا الأمر بالوزن الصحيح ميزان الوحي فإن ذلك سيكون مدعاة إلى ماذا إلى أن يتكبر الإنسان ويطغى ويشعر بعدم الحاجة لربه وهنا يكون خط الانحراف كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم بآياتنا دلت هذه الكلمة على الأمور التالية بآياتنا أولاً أن الحجة قد قامت عليه من أين لأن الآية هي العلامة الواضحة الظاهرة الأمر الثاني بآياتنا الجمع دل على أن البلاغ بآيات وليست بآية واحدة الثالثة إضافة الآيات إلى نون العظمة دل على أنها آيات مبهرة عظيمة دل على ذلك نسبتها إلى الله بآياتنا فدل على عظمة الآيات التي يأتي بها الأنبياء وخصوصاً ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون بآياتنا الأمر الرابع دلت على جرم هؤلاء أنهم ردوا آيات الله عز وجل الأمر الخامس دلت على أن الأنبياء وهم يبلغون فهم يبينون للناس أن هذه آيات الله كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله الأخذ هنا كما قال العلماء فيه دلالة على حالة الامتهان والمذلة التي سيؤخذ عليها هذا الكافر فهي أخذ مهانة بحيث كمن يقاد ولا يملك لنفسه شيئا فأخذهم ومن الذي أخذهم الله فأخذهم الله ثم السبب ما هو بذنوبهم أي أخذ عدل وإنصاف وأخذ استحقاق بذنوبهم وأيضا نسبة الذنوب إليهم أي أنهم فعلوا ذلك بإرادتهم لا بإكراه على ذلك الفعل بذنوبهم وأيضا بذنوبهم استخدام كلمة الذنب لأن هذا مصطلح قرآني فيحتاج القارئ له أن يتفطن ما ذكر الله أنه ذنب إذن العقوبة عليه الأخر وأن الذي يحدد ما هو الذنب هو الوحي الوحي ولذلك ليس للإنسان أن يقبح أو يحسن وإنما هذا حق الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة فالذي يحسن ويقبح والذي والذي يبين أن هذا ذنب أو هذا حسن وثواب إنما هو الوحي فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والحال أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب فماذا نتخيل مآل قوم هذا حالهم إذن بعد أن دعا أهل الإيمان ربهم عز وجل فالله سبحانه وتعالى زادهم تثبيتا وأعلمهم بأنه قد استجاب دعاءهم وأن تلك الاستجابة بالإخبار أن الذين كفروا لن لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم وأنهم سيعاقبون كما عقب الذين من قبلهم وهؤلاء هم الموصوفون بالكفر أما أهل الإيمان فهم خارجون عن ذلك بعد أن أخبر عن السابقين فأيضا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل للحاضرين الذين وافقوا السابقين في الكفر لن تخرجوا عن سنة الله الماضية قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهال قل لهم والحال ما هم فيه والحال ما أنت فيه يا محمد وأصحابه ولكن قل للذين كفروا قل للذين كفروا لهؤلاء الذين جاءوا مغترين بأموالهم وزيه ولهؤلاء اليهود الذين اغتروا بأموالهم وما هم فيه ولهؤلاء مشركي العرب الذين اغتروا بما هم فيه من قوة قل لهؤلاء جميعا ستغلبوا وستغلبون في الدنيا ثم يوم القيامة سيكون مآلكم إلى جهنم هذا الأمر العظيم وهذه البشار العظيم لنا أن نتخيل كيف تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف وكيف تلقاها أصحابه رضوان الله عليهم الذين خافوا على إيمانهم فتأتيهم الطمأنين بأن العقوبة لن تنالهم وتأتيهم الطمأنين بأنهم سينتصرون وأن الله سينصرهم وأن أولئك سيغلبون ومآلهم إلى النار وأما أنتم فإنكم ستنتصرون ومآلكم إلى الجنة فما هي البشارة العظيمة التي بشروا بها في هذه الآيات قل للذين كفروا ستغلبون وهنا سبحان الله انظروا إلى جهد العلماء في التفكر أخذ العلماء من هذه الآية معنى في غاية اللطف عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وعن رحمته وعن شفقته بأمته بقومه حتى من كفر ماذا قال العلماء هنا قالوا في قول الله عز وجل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون قالوا الغلبة وأنه لم يأتي ذكر العذاب والعقوبة كما جاء في ذكر الأمم السابقة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار مع قومه أن يصبر وأن يستأني وأن يتحمل الأذى منهم وما يريد أن ينزل الله عليهم عقوبة معجلة فلذلك قال ستغلبون وهي الهزيمة التي يموت البعض ويبقى البعض فلعله بالهزيمة من بقي ماذا أنه يعتبر فيعود وبالهزيمة يبقى فئة يخرج من أصلابهم من يعبد الله لكن لكن بالدمار والهلاك العام كلهم يكونون من أهل النار كما قلنا عندما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله بعثني إليه وأمرني أن وطيعت إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل ما يبقى أحد قال لا بل أصبر وأستأني بهم علَّ الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا فانظر إلى فطنة العلماء وتدبُّرهم عندما وقفوا عند هذه الآية فقالوا أن هذه الآية فيها دلال على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم فهنا فيقول له قل للذين كفروا ستغلبون الهزيمة تقع ولكنه لن يكون نزول العقوبة العامة التي تبيد هؤلاء الكفار جميعا سيبقى منهم فئة بعد الهزيمة فلعله بالهزيمة تكون عبرة فيدخلون في الإسلام من بقي وهذا ما حصل أليس صفوان الذي خرج مقاتلا بعد الهزيمة أسلم أليس عكرمة ابن أبي جهل فرعون هذه الأمة دخل في الإسلام أليس أبو سفيان الذي قاد حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام فإذا هذا الصبر والتحمل أثمر هذه النتيجة فلذلك قال العلماء في هذه الآية هذا المعنى يعني أنه أخذهم بيد المغالبة والمدافعة وذلك حتى يبقى منهم فئة فلعل في الغلبة عليهم يكون سببا في رجوع من بقيه أو في عودة في إسلام من يأتي من بعدهم من من أصلابهم فهذا ما في هذه الآية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يثبتنا على هداه وأن يفتح علينا فتحا من عنده وأن يختم لنا بالصالحات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر